بعد التعهد الخطير الذي اصدره زاعم جماعة الحوثيين الانقلابية في اليمن عبد الملك الحوثي شخصيا وذلك بالسيطرة على كافة المناطق في اليمن بما في ذلك تلك الخاضعة للحكومة المدعومة من التحالف العربية وهو ما يعد تهديدا خطيرا للامن الاقليمية في هذه الاثناء تحدث مسؤول في ادارة الرئيس الامريكي جوب ايضا ووجه رسالة حازمة لعبد الملك الحوثي وجماعة الانقلابيين الحوثيين في اليمن فقد اكدت جوي هود وهو نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الادناء انه من الافضل لجماعة الانقلابيين الجلوس للتفاوض وتقديم التنازلات في حوارهم مع الشرقالهود الافضل للجماعة الجلوس والحديث وتقديم التنازلات والاتفاق مع اخوانهم اليمنيين على طريق يؤدي الى السلام والاستقرار ولفت المسؤول الامريكي في لسالة متغيرة من الادارة الامريكية خصوصا بعد ان ازل الرئيس الامريكي جوب ايضا الانقلابيين من لائحة الارهاب وقال المجتمع الدولي يحتاج الى ان يثبت للحوثيين انه لا يوجد مستقبل لمقاربتهم العسكرية وتفكيرهم العسكرية واعتبر هودا ان ازالة بلاده للحوثيين من قائمة الارهاب جاء لاسباب انسانية بحثة مشددا على انهم سيواصلون كشف سلوكهم وحربهم غير المجدية على الشعب اليمنية الى جانب هجمتهم المستمرة على السعودية لافتا الى ان الادارة الامريكية ليست مصرورة بتاتا من تصرفات الحوثيين معتبرا ان مواصلتها فرض العقوبات على قادة الجماعة يأتي لهذا السبب وردا على سؤال عن امكانية ان تغير امريكا نهجها في التعامل مع الحوثيين باتجاه اكثر صرامة قال نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي مبعوث الخاص الى اليمن تيم ليندر كينغ يقوم بجولة في انحاء المنطقة للتوصل الى تسوية سياسية للنزاع في اليمن كما يعلن مع الحلفاء في اوروبا على نهج مشترك واعتقد انه بمرور الوقت سيتم تحقيق نتائج وعل لهدى اصرار بلاده على التعامل بهذه الطريقة مع الحوثيين قائلا ادارة رئيس الامريكي جو بايدن تعتمد نهجا هادئا فهي لا تمارسه السياسة الخارجية بالتغريدة بل تقوم بذلك من خلال المناقشات الهادئة مع الحلفاء وجمع جهود اطراف متعددة حتى تتمكن من تحقيق تأثير اكبر قد لا ترون نتائج فورية من اسبوع لاخر لكن مع مرور الوقت نعتقد ان هذا هو النهج الافضل هذا وقد اكد وزير الخارجي اليمني احمد عوض بن مبارك الجمعة دعم حكومته لجهود الامم المتحدة من اجل التوصل الى اتفاق مع جماعة الحوثيين لوقف اطلاق النار في اليمن وذلك للتمهيد لعيقاف الحرب واحلال السلام في البلاد وقال بن مبارك في بيان صحفي نشرته مواقع الخارجية اليمنية في ختام زيارته الى النورويج انه اكد خلال لقاءته مع المسؤولين النورويجيين دعم الحكومة الكامل للمبعوث الخاص للامين العام هانس جروند بيرغو الاستعداد للعمل مع المبعوث للتوصل الى وقف شامل لاطلاق النار كاهم اجراء الانساني لا يحتمل التأخير والانتقال بعدها لمعالجة كافة الملفات الانسانية والسياسية والاقتصادية واضاف انه شرح تطورات العملية السياسية في اليمن وافاق الحل السياسي والمنهج الذي يجب ان يتبع للوصول الى سلام دائم وعادل في اليمن وبشأن الوضع الانساني في اليمن اشار وزير الخارجي اليمني الى همية العمل لمعالجة الفجوة في تمويل خطة الاستجابة الانسانية واتهم الوزير جماعة الانقلابيين بتهديد امن البحر الاحمر سواء من خلال نشر الالغام البحرية بشكل عشوائي واستهداف السفن بالقوارب المصيرة او من خلال المماطلة في الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي لنزع فتيل كارثة بيئية وانسانية كبرى تلحف الوفق بسبب التعامل غير المسؤول مع قضية خزان النفط صافر داعيا الى وضع حظ لتلك التهديدات